أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لقناة الإخبارية السعودية أن سباق كأس السعودية العالمي للخيل يحظى برعاية من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي حيث أن هذه الرعاية أكبر نجاحا لأغلى سباقات الخليفة الخيل في العالم وأوضح سموه أن الجميع يطمح للمشاركة في سباق كأس السعودية العالمي للخيل حيث يحظى باهتمام كبير من دول العالم وأن المشاركة الواسعة التي شهدتها البطولة هي دلالة على السمعة الطيبة التي يمتلكها كأس السعودية للخيل وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تعتز بمشاركتها في السباق وتواجدها في الشوط الرئيسي على كأس السعودية العالمي للخيل بطولة كبيرة وحدة رياضي كبيرة تشهده المملكة النسخة الثانية لكأس الأبطال السعودية البحرين الشقيقة مشاركة للسنة الثانية على التوالي ما هي مشاعرك مسوه الشيخ؟ والله طبعا أولا أهنيكم على هذه السمعة التي كسبتها الحقيقة يعني دوليا أصبحوا الناس يطمحون للمشاركة في المملكة العربية السعودية والتي حقيقة تحظى اهتمام رعاية سموه وليل أهد الأمير محمد بن سلمان يعني يشرفنا اليوم أن نكون موجودين معكم في النسخة الثانية والمشاركة معاكم بحد ذاتها هذه تكفي الحقيقة وهو بلدكم كما هو الحال ما في شك الله طبعا سمو الشيخة شاركتم في الشوط الثاني والآن في الشوط الأهم الشوط الثامن كيف هو الانطباع حتى الآن؟ والله الحقيقة يعني الانطباع في المشاركة الأولى ما جات حسب ما بغينا السباق ما خدم الأحصان الحصان يريد السباق الأسرع السباق كان أبطأ شوي فما خدم الأحصان أنه في النهاية يعني يستمر بالسرعة ولكن يعني حظوظ السباقات هذه دائما غالب ومغلوب ولكن حقيقة أتكلم بكل صراحة وأمانة أنا مشاركتي اليوم معاكم هي بحد ذاتها شرف كبير وخاصة أن هذه السنة عندي حصان في الشوط الرئيسي لهو الشوط الأكبر والأهم شوف السباق وشوف الخيل والحجم المشارك وحجم السباق والسمعة اللي كسبها كنت أحلم أن يكون عندي حصان فقط يكون موجود فخلنا ناخذها خطوة خطوة عندي حصان هالسنة موجود في السباق إن فاز الحمد لله وإن ما فاز الحمد لله على الوصول ولكن أكيد طموحي الأكبر من يوم الأيام أرفع الكاس في هذا الشوط